متابعي قناة اسلام المصري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مكملين كلامنا عن المان تي جي ايه وقود العطل اللي بيظهر عندي على الشاشة وقلنا ان فيه رقم في الجنب اليمين اسمه FMI والرقم اللي في جنب الشمال اسمه SPN الفMI قلنا ده بيحدد نوع العطل اللي عندي ورقم اللي في الشمال بيحدد الحاجة اللي فيها العطل نفسها النهاردة هنكلم عن الرقم اللي في اليمين FMI وان شاء الله نقدم معلومة مفيدة انتظر وان شاء الله تستفيد كما نرى بالجدول معنا اول ما هو الخانة اللي في الشمال اسمها FMI اللي احنا قلنا عليها فالفاليار مود ايدينفيكيشن وانه دي معنى العطل معنى اختصار ده او الجملة يعني العطل ايه او ان نوع العطل بتاع ايه به الزرق والايدينفيكيشن او الديفنيشن بتاعه اللي احنا شايفانه في الجنب اليمين بيقول لي ده FMI يدهه الكود ومعنىه في الجنب اليمين يعني لو في شرطة قدامي الشرطة معناها 3 او 4 او الشرطة او شرطة في جنب الكود زي ما احنا قلنا معناها انه مفيش عطل اصلا او فولت سيفد يعني عطل ده كان موجود متحفظ خلاص عطل قديم او انترميتنت فولت اللي هو عطل متقطع يعني بيجي ويروح وعطل متقطع بيظهر ويختفي او فولت اس بريسنت انتسيفد يعني العطل ده موجود في النقاء موجود محفوظ وموجود حاليا تمام محفوظ وموجود حاليا بالنسبة لو الرقم ده زيرو معناها فولت النوت اس بسبسفيد يعني العطل ده ايه مش معروف برضو او مش متحدد يعني قوي بيقولك ان في عطل في الحاجة دي بس الكمبيوتر مش قادر نتحدد على نوعية المشكلة تمام مش محدد يعني عطل مش محدد تو وان دي رقم واحد قلي توهاي تمام العطل ده يعني محتاج ان هو ايه حاجة عالية مفوظ ان هو ايه تعمل معه بطريقة سريعة سريعة او محتاج ان انا اتعمل معها بشكل جد جد شويا. تمام? اتنين يعني عطل ضعيف جدا او مش مفيش اي مشكلة. رقم تلاتة دي معنى ان هو العطل ده يعني غير محتمل او مش معقول يعني عطل ده غير طبيعي. العطل ده يعني معناها ان غير محتمل او غير معقول ده المعنى الحرفي لها وهي معناها ان العطل غير يعني مش متوقع تمام? العطل ده مش متوقع او غير معقول في حاجة مش معقولة في العاطل ده تمام? رقم اربعة ان مشكلة دي معناها في السجنال تمام? مفيش اشاره تمام؟ رقم اربعة لو ظهرت جنب الكود معناها انه المشكلة انه وبش اشائره رقم خمسة رقم خمسة دي لو ظهرت جنب الكود بتاع العطل معناها ان هو في عندي كده ماس كهرابي للاردي ماس كهرابي او البلاس اللي هو القطب المجب للبطارية. معناه ان هنا في ماس كهربي للكهربا. تمام? للقطب المجب. اه في عندنا رقم سبعة. تمام? رقم سبعة دي بتاعني شورت سيركيت. اه تمام? شورت سيركيت. يعني فيه افلة. تمام? يقول لي ان فيه افلة. تمام? فيه افلة في الدايرة بتاعتي. اه رقم تمانية اه فولت سيجنل. في عندنا مشكلة في اه سيجنل. رقم تسعة اه فولت ان كومبوننت. رقم تسعة معناها الفولت في الكمبوننت يعني في القطع نفسها. تمام? في القطع نفسها. اللي اه اللي بيعبر عنها الكود اللي في الشمال. رقم عشرة انترابشن. عشرة انترابشن دي يعني ايه? يعني فيه مشكلة بس نوع المشكلة ان فيه توقف يعني فيه توقف للجزء نفسه او اه فيه حاجة عاملة يعاقة لتشغيل الجزء ده. تمام? ده بمعنى كلمة انترابشن. اه عندنا فيه احداشر واثناشر وتلاتاشر واربعتاشر وخمستاشر. في عندنا اللي هما الارقام دي. كلهم آآ يعني مش معرفين يعني بالنسبة للكمبيوتر. مش معرف بالنسبة له يعني حداشر واثناشر دول بيعني ايه بالزبط. تمام? لكن هما بيزهروا عندنا يعني ممكن يزهر عندك الارقام دي لكن تبقى عارف ان هو ما لهاش معنى او هو الكمبيوتر مش عارف معنى الارقام دي اللي هي حداشر واثناشر وتلاتاشر وبعتاشر واستاشر لهم اخر خمس ارقام مش واضح بالنسبة للكميوتر الاعطال دي معناها ايه بالزبط? اتمنى يكون وضحنا معنا الكود اللي هو الف اما اي لو بيكون موجود بيكون عندي في الجنب اليمين في كود العطلة على شاشة المان تيجي ايه? لو في اي استفسار او ملاحظة او تعليق منتزل تعليقاتكم اسمه للفيديو. بتنساش طبعا تدوس لايك. لو لسه ما تدوس لايك. وتدوس وشير. تشير في كل مكان عشان تنشر المعلومة. والسبسكرايب لو اول مرة تابعنا واشتركتش في القناة. فان شاء الله مشتندم واشترك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.